قال لك زي الشاب منير في المدينة النورة قسم بالله العظيم إخوان منير جالس عصرية طفشان مالك مرمي عنده واحد من الشباب من أخيان توم منتزم طالع سلام يا منير قال الله طوع أنا بدأنا نواسوه زي يعني بس كي المبابة الدين قال يا منير كلمة بس غيرت منير أسأل نفسك وأنا أسأل نفسك قال يا منير أنت ما قنعت؟ قال متى أنت يا منير ما قنعت؟ منير يا إخوان الكلمة غيرت غيرت مجرى حياته والله العظيم يخوان تاب منير سبوعين بس في المدينة في الحرب لسبرة في الحرب قسم بالله أسبوعين يا إخوان منير عاش بلذ أمه ارتاحة أخواته دامن هو حياته بتاحت يقول يا شيخ والله يجي رمضان بق سبوعين يا رمضان والله يجي رمضان والله يا مطاوبة تشوفوا مني عجب العجاب والله لأختم وأفعل وأعوض والله أول يوم برمضان يا إخواني راح للمدرسة وانت كان دوام ويرتخوه ياما الكتب قال أخي باقي وقت بصلي تعلق قلبه بالنسان جدا يا بصلي أنا وادوامها حقا على بيجي باقي وقت قسم بالله ما قطع الشارع يا إخواني إلي جت سيارة وشالته والله يقول أخويا قسم بالله إنه متكسر والدموع عليه وزفمة يجوني عنده يوم منين أنت بخير؟ يقول والله متكبع يا شيخ اللي ما يقدر يمضى كلمة يقول قسم بالله ما بتزمي أقول الله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأرنابا وكواعب أترابا وكأسا دياقا سبوعين بس يا شباب لو قال يا والد خنخربها بس بلا مطاوعه بلا دفت تأوي شباب تأوي صغير بأعقل نفسي لا يضحك عليك الشيطان لا يضحك عليك الشيطان لك الليل يجيني فنان معروف لأشرطة بسوق سبحانا اللي يضبط بن عليك سبحانا جلس إخوان راني مارك سلام قالوا ان شباب وقشفات وحركات ومتضحك معاه ومبسط مضحك شوي قمت أتكلم يا إخوان أن منعذني لقدامي فنان فقمت أتكلم يا إخوان أتكلم بذكر طال فين كده قال ابو هدا أبيك هل الجنب قلت لسه ما خطصت دقيقة خلصت قلت تعال يا غالي أمين قال أنا فلان 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 يمدكيف واتحيا كمضا قسم بالله العظيم يا إخواني أول مواقف قدامي بعد أن أخيه ماسك عبرته أول ما لقم يصيح والله قام يصيح ما أبالك يقول يا ابو هدا بقول لك شين أمس كنت بجدة حفلة بسبل عشرين ألف ومولود أسبوع الجاي والأسبوع الجاي بحفلة قيمتها أربعمية ألف في حفلة قنائي العجيب يا إخواني شا قل يقول لو أشين الفرينة والله قلت تعجب قل ليش قلت قسم بالله يبوده كلها بعنان بالسكين منيش قلت والله يبوده كلها محاملات انتحان بانتحان يقول مليت يا شيخ مليت خلاص قرفت أبقى من الساعة الأرتاح تذكرت الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري خلنا نفهم القرآن كم مرة تسمعها فإن له معيشة ضاكا يقول أهل العلم هذا اللي يعرض عن ذكر الله كيف اللي يعرض عن الله هذا اللي يعرض عن مجالس الذكر كيف اللي يصلي ويعرض عن الله كنت مجددا يا رنجا تتوانك